عندما نتحدث عن ضريبة على الطروة فأنا مع الضريبة على الطروة لأنه يجب خلق آليات حقيقية للتوزيع العادي للطروة وهذه الضريبة ستمكن نسبيا من توزيع عادي للطروة فيما يتعلق بالإرت لا يمكننا أن نتحدث عن الإرت بشكل عام مثلاً ماشي بحل واحد كي ورد سبعين مليار بحل كي ورد معلقة واحد ورد معلقة وواحد سبعين مليار كيف يعقل أن نساوي بين هذين المستويين من الإرت في الواجب هو إقرار سياسة ضريبية حقيقية سياسة ضريبية عادلة تمكنه من إعادة توزيع التروة بشكل عادي على كافة المواطنات والمواطنين هذا الجانب فيما يتعلق بالحد الأل الأجور لا نتحدث عنه فالمجمل الأجور العليا هي سر من أسرها للدولة لا يوجد شيء فعنا مثلاً الأجور دي المجموعة دي الموظفين في مؤسسات العمومية يساوي على الأقل 200 مرة أجر دي العامل أو موظف بسيط هذا غير عادل بالبطي والمطلق يجب وضع سياسة للأجور عادلة يجب أولاً رفع لحد أدنى الأجور ليتناسبوا القدرة الشرائية للمواطنين يجب اعتماد سلم المتحرك للأجور والأتمان ويجب أن تخفيض الأجور العليا لنتمكن من مساواة الحقيقية والفعلية بين المواطنات والمواطنين ترجمة نانسي قنقر